موسيقى السلام عليكم اسرائيل تخنق الاقتصاد الفلسطيني بشهادة البنك الدولي هذه المرة الذي أكد أن الاحتلال يخفض معدلة النمو على نحو كبير ويؤدي إلى خسارة الموزنة أكثر من 800 مليون دولار سنويا تقرير البنك كشف أن الاقتصاد الفلسطيني قد يشهد نموا بنسبة تفوق ثلث إذا رفعت اسرائيل قيودها المفروضة على التنمية وهي قيود مفروضة على 60% من أراضي ضفة الغربية هذه الأراضي تقع ضمن ما يعرف بالمنطقة سي بحسب تصنيف الإسرائيلي وهي تحت السيطرة التامة للاحتلال إذن لو سمح بتطوير الشركات والاستثمارات وخصوصا في مجال الزراعة فإن ذلك سيضيف 35% إلى إجمالي النتج الداخلي الفلسطيني عن هذا الموضوع نتحدث اليوم مع ضيفنا الدكتور نصر عبد الكريم وهو أستاذ جامعي فلسطيني متخصص في الشأن الاقتصادي أهلا بك دكتور نصر أهلا بك أهلا وسهلا بداية لماذا في رأيك أصدر البنك الدولي هذا التقرير؟ هل من دلالة للتوقيت؟ نعتقد هذا التقرير يأتي في سياق البحث عن حلول للاقتصاد الفلسطيني وأنا أعتقد أن نسجم إلى أحد كبير وتقاطع مع جهود كيري وبلير بعد ما أعلنوا في عقاب اجتماع الدول المنحة عن خطة بلير كيري وأنا أظن بأن هذا التقرير يأتي في سياق هذا الجهود لكن بدنا نغفل بأن هذا التقرير فيه جرأة كبيرة غير عن التقارير السابقة فيه واقعية أكبر وموضوعية لأنه في السابق كان يأتي على ذكر مناطق سي التقارير البنك الدولي وعلى الاحتلال لكن بشكل خجول الآن أعتقد فيه مباشرة كبيرة فيه تحميل مسؤولية وفيه إدراك بأن الاقتصاد الفلسطيني أزمة البنيوية هي ناتجة عن الاحتلال وممارساته ليس نتيجة لسوء خيارات ولا سوء توزيع موارد ولا مسائل تقنية كغيره من الاقتصاديات لذلك أعتقد هو تقرير هام لكن بدنا نعرف بأنه تقرير غير ملزم يأتي في سياق البحث عن حلول وأنا أظن أنه يجب توظيفه واستخدامه لأقصى درجة ممكنة حتى نستطيع كفلسطينيا نتحرر من تبعيتنا للإقتصاد الإسرائيلي ومن اعتمادتنا على المساعدات الدولية في الواقع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين قالت عقبة اجتماعها في نيويورك الشهر الماضي إن المساعدات سيكون لها أفق الزمني وإن التزامهم لن يستمر إلى مالا نهاية هذا يعني أن على الفلسطينيين إيجاد مصادر دخل أخرى وإيجاد مصادر أخرى للتمويل ما هي المصادر الممكنة؟ يعني شو في شيئ ما بينها يعني لا يمكن أن نتوقع بأن الدول المانحة ستبقى تدفع الفلسطينيين بدون أفق سياسي وأصلا الدولار الأول الذي دفع الفلسطينيين كمساعدات بعد توقيع عسله هو أصلا هدفه سياسي وهو جاء لبناء عملية سلام هل إذا دافعي الضرائب في الدول التي تدفع قاعدة مليار ونص دولار تقريبا سنويا شعروا بأن فوق السلام غير موجود وأن إسرائيل غير مستعدي ولا جاهز للتسليم بالحقوق الفلسطينية وصلت المفاوضات بمرحلة الأخيرة إلى نهاية يعني غير موفقة ودون نتائج عندها أنا على يقين بأن هذه الدول ستراجع سياساتها وربما تقلص من مساعداتها بشكل كبير عندها بصير السؤال الاستراتيجي الذي حضرتك تفضلت به ماذا عند ذلك كيف سيكون عليه الوضع الفلسطيني سواء على صعيد مالية السلطة أو للاقصاد الفلسطيني عندها سيكون كارثة لا شك لأنه في النهاية بدون مساعدات بصير عجز يقترب من المليار ونص هذا يعني أن السلطة لن تكون قادرة حتى على دفع رواتبها بانتظام اقصاد الفلسطيني سيتباطع بشكل أكبر وستزداد معدلات البطالة والفقر وسندخل في دوامة ركود اقتصادية كبيرة لذلك أنا أظن هذا التقرير هو جاء ليطرح طرح استراتيجي لأول مرة في تاريخ التقارير بنك الدولي صندوق ونكدولي منذ قيام السلطة أنه بدون أراضي سي وتمكين الفلسطينيين من استفادي من المواردهم الطبيعية بحرية واستقلال وبدون السيطرة على هذه الموارد وعلى المعابر وتمكينهم سياسيا أولا بصير الحل البحث عن حلول هي ستبقى مجزوعة مؤقتة غير دائمة وسرعان إسرائيل تنقض عليها لذلك أنا أظن لما نتحدث عن حلول استراتيجية نتحدث عن نهاية الاحتلال لا حل آخر استراتيجي غير نهاية الاحتلال لكنه حل مستبعد أنت ترسم صورة قاتمة جدا دكتور هذا الحل مستبعد في المدى المنظور على الأقل والصورة التي تفضلتها ورسمتها تبدو قاتمة جدا ألا يوجد حلول ممكنة ألا يوجد مثلا قطاعات اقتصادية يعول عليها في حال تم دعمها يمكن أن تدخل أكثر مبالغ أكبر إلى الموازنة مثلا أو إلى نتج المحلي يا أختي الكريمي هذا ليس صورة قاتمة هذا واقعية شديدة لأننا نفحص على تجربة الاقتصاد الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الاقتصاد الفلسطيني أعطيك مثال سنة 2009-2010 حقق نمو كبير وكان النمو حتى بالفترة 2008-2011 يصل بالمتوسط لـ 7% وبعدها لم تستطع السلطة على الإطلاق أن تولد إرادات كافية لكي نتغطي نفقاتها وبقي العجز قائم ورفع الشعار في حينه أنه عام 2013 سنستغني على المساعدات الدولية ويكون عام الاستدامة المالية لكن ما تحقق كنا ندرك في ذلك الوقت ولازمنا ندرك بأن هذا غير ممكن وأن السلطة تستطيع أن تجبي ضرائب بزيادة كمان مليار ونص دولار من الناس اللي أصلا بأنه تحت بطالة وفقر وسوء خدمات ودني خدمات حكومية هذا غير ممكن على الإطلاق بدون تحقيق نمو اقتصادي مستدام هذا النمو بماذا كان مدعوما يوم ذاك عندما تحقق ولماذا لم يستمر أشكرك هذا هو السؤال الجوهري للبنك الدولي وصندوق النقد دولي باعنا بشأنها أوهاما كثيرة والآن عاد وعكس هذه الأوهام اللي كنا نقول عنها أوهام هذا نمو اختي الكريم كان مظهر للإنفاق الحكومي الكبير اللي أعقبت تشكيلة حكومة الدكتور سلام فياض في عام 2007 وبالتالي كانت المساعدات في ذلك في السنوات اللي تلت هذا التشكيل كانت كبيرة للغاية وصلت في بعض أحيان إلى مليارين ونص دولار سنويا في إنفاق كبير حكومي هذا قادر القطاعات الاقتصادية وأدى إلى ما يسمى بتنشيط الحركة التجارية والاستهلاكية في الأسواق هذا كل خلق إرادات لا شك لخزينة السلطة لكن الإرادات سرعان ما تصل إلى ما يسمى لحد الأقصى لا يمكن لك أن تبقى تجبي إرادات إلى ما لا نهاية لأن العبئ الضريبي سيكون كثكيل كثير على المواطنين فلذلك هذا إنفاق حكومي كان لم نشهد استثمارات خاصة مستدامة التي تولد فرص عمل في اللحظة التي تراجع فيه منسوب المساعدات الدولية وتراجع معه منسوب الانفاق الحكومي رأينا بين الاقتصاد الفلسطيني عاد وتباطى ولم نشهد فيه أيضا حتى مع النمو ما يسمى بمؤشرات جدية على عدالة توزيع هذه الثروية والدخل ولا على تخفيض معدلات البطالة والفقر بقيت عند مستويات زيادة أو ناقص بشكل غير جوهري لذلك أنا أظن النظر إلى النمو الاقتصادي وحده بفعل انفاق حكومي هذا هو المشكلة الأساسية نحن بنا نبحث عن حلول التي تحقق شغلتين نمو ولو كان بطيء لكنه ذاتي ومستدام واثنين في عدالة في توزيعه لأنه آخر تقرير مثلا إذا بتذكر حضرتك من أسبوع صدر عن جيني مؤسسي اللي بتقيس عدالة توزيع الثروي وضع فلسطين في المرتبة قبل الأخيرة قبل الصومال ولذلك أنا أظن يعني الإشكالية القصاد الفلسطيني تكمن أولا وآخرا بالعمل على إنهاء الاحتلال أو على الأقل وضع جدول زمني لإنهاءه مشان نفتح أفوك سياسي نخلي المستثمرين نيجوا على الأرض الفلسطينية ونصير عندنا حرية أفضل في اختيار ما يسمى بشركانات تجاريين وخلاف ذلك نبقى نركع وتعود الأزمات من جديد وتنفجر لأن مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني هي بايد الاحتلال البنك الدولي حدد ستة قطاعات في تقريره وقال إنها ذات قدرة تنموية عالية منها الزراعة والمعادن في البحر الميت إضافة إلى قطاع النقل كم يمكن أن تدخل هذه القطاعات إلى الناتج المحلي الداخلي يعني ما هي هذا مهم دائما نقول لنا هذه القطاعات مهمة ونحن دائما نقول استراتيجيا نجيب عادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني مشان نعطي الزراعة والصناعة اعتبارها والسياحة لكن السؤال مين بدو يمنكنك أنك تروح على البحر الميت مشان تستفيد من الموارد المتاح وهو شاطئ فلسطيني هذه مناطق سي لغوار نفس الشي المياه مين المسيطر عليها مشان نجمع الأرض مع المياه مشان نطلع زراعة مين المسيطر على كل المناطق اللي بنشق فيها طرق مشان القطاع النقل في النهاية ينشط هذا كله مرهون في تقرير بنك الدولي بتعاون ما يسمى بحكومة الكيان الإسرائيلي إذا تعاونت وسلمت بأنه هذا المنطقة سي كان المفروض عليها أن تسلمها في نهاية المرحلة الانتقالية يعني قبل 14 عام وبدأت فعليا بتحت الضغط الدولي بأنها تسلم جزء من هذه الأراضي تدريجيا عندها ممكن الحقيقة عنها جاءة تقريب بنك الدولي هل يمكن أن يبادر البنك الدولي بأي خطوة لتحفيز الإسرائيليين إلى هذا النوع من التعاون أو للضغط عليهم مثلا لكون المجتمع الدولي والمانحين كما نلاحظ غير مستعدين للاستمرار لوقت طويل في المساعدات التي يقدمونها وبالتالي يجب إيجاد مخارج مستعجلة هل سيلعب دورنا البنك الدولي؟ نستيحنا نتمنى ذلك نستيحنا نتمنى ذلك نتمنى أنه يعني نتمنى ذلك نتمنى أنه هذا التقرير كغيره من التقارير توضع تحت النظر المجتمع الدولي واللجنة الرباعية وتدرك أخيرا بأنه طالما بدهم بش ندفع مساعدات عليهم أن يضغطوا على إسرائيل لأنه هذه المشكلة لأنه الاحتلال وعندها لن نطلب دولار واحد مساعدات إحنا أزمتنا الاقتصادية العميقة هي بسبب الاحتلال نتمنى بأنه هذا اللجنة الرباعية وكبلير وكيري وكل المجتمع الدولي يكون شغل الشاغل فقط الضغط على إسرائيل للتسليم بحقوقنا الوطنية الثابتة ولذلك غير هيك بالنسبة للمساعدات هي ولدت أصلا لتعويض الفلسطينيين عن عجز في الموارد لأنه أوسلو أعطى الفلسطينيين صلاحيات مدنية واسعة وحملها مسؤوليات إنفاق على شعب كامل ولكن بدون موارد فجاءت هذه المساعدات لتسدي الفجوة لا يستطيع أن ينسحبوا من هذا الالتزام إلا إذا أجبروا إسرائيل على إنهاء هذه المعادلة إذا أنهوا هذه المعادلة بالنسبة لنا المساعدات هي في النهاية ليست هدف المساعدات في النهاية هي ندرك أنها قد تشكل حتى عبيل سياسي وقد لا يكون لها منافع اقتصادي مستدامة وتنموية على الإطلاق في الواقع يتحدث بعض المسؤولين الفلسطينيين عن ضرورة تحفيز الاستثمارات الأجنبية هل هذا ممكن برأيك وكيف يمكن تحفيزها الأجنبية نقصد هنا عربية وغير عربية طبعا نحن نتحدث من سنة 2008 لما أول مؤتمر استثمار دولي عقد في بيت لحم برعاية بلير والذي جلب له مستثمرين عرب وأجانب كثر وتحدثنا في حينه أو تحدث القائمين عليه بأن هناك أربع مليار دولار سيكون هذا نتيجة هذا المؤتمر استثمارات خاصة وكنت أنا من الناس اللي حذرت في ذلك الوقت ولا زلت بأن هذا تمنيات ربما لم تجد تطبيق على الأرض بالسبب بسيط لأنه في مخاطر سياسي وأمنية عالية في شيء مستثمر عربي أو فلسطيني أو أجنبي وإن تفاوتوا في دوافعهم بعضهم بدون شوية وطنية بدون مسؤولية اجتماعية أخلاقية تجاه هذا الشعب ولكن إذا بنتطلع على الاستثمار بجوهر وهو يبحث عن فرص مجدية اقتصادية وقليلة المخاطر هل ممكن نتوقع بأن هذا الاستثمار كله يأتي إلى أراضي فيها مخاطر عالي وتكاليف تشغيل عالي ويترك فرص استثمارية في كل أنحاء العالم والآن العالم في عولمي بتنافسه على رأس المال اللي بتحرك من سيابيه من دولة لأخرى لذلك نحن دائما بالراهن على العرب أولا سواء في مساعدات أو استثمارات والفلسطينيين بالمهجر ونتمنى أن يأتي جزء من هذه الاستثمارات والسلطة أظن والفلسطينيين على استعداد أنهم يوفروا البيئة الضامنة والمحفزة على الاستثمارات وقطعوا شوط على هذا الصعيد لكن يبقى القيد الأساسي هو قيد المخاطر الكبير اللي بتفرضه إسرائيل من خلال تعصفها ضد الشعب الفلسطيني وكودراته شكرا لك دكتور نصر عبد الكريم أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت شكرا جزيلا لك وأنتم أيضا مشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة